اتكلمنا قبل الفاصل كان فيه سؤال طفل عنده 7 شهور بيعرق وقلنا هل العرق ده بيعرق أثناء الرضاعة ولا بيعرق أثناء النوم ولا الاتنين مع بعض ولا بيعرق كده من غير مجهود الرضاعة ولا حاجة وقلنا ان فيه أسباب تخلي الطفل يعرق زي الملابس الغير المناسبة أو التدفئة الزائدة أو الملابس اللي بيسموها الثيرمل دي اللي هي الملابس الحرارية وقلنا ان دي غلط وقلنا كمان حكاية الدفيات غلط وقلنا ان التصاق الطفل بينا قوي ده برضو بيسبب ان الطفل ممكن يعرق وقلنا كمان ان القودة ما تبقاش حر قوي يعني اتكلمنا عليها بالتفصيل لكن فيه أسباب تانية بقى ليه علاقة بالطفل أو بمعنى أدق لقدر الله أسباب مرضية يعني فيه أسباب مرضية تخلي الطفل يعرق هقولكو زي ايه زي مثلا ان الطفل لقدر الله يحصل حاجة اسمها انقطاع التنفس أثناء النوم فيه أطفال أثناء التنفس تبعا دي حاجة انتم مش هتعرفوها لأن الطفل بيبقى نايم فيه أطفال بس نعرفها ايه بقى لنلاقي طفل عرقان قوي لما يقوم ان لما بتتكرر يعني انه ممكن يكون انقطاع التنفس ده المدة مثلا 15 أو 20 ثانية يعني 20 ثانية أو أقل يعني فبيحصل فيه بذل مجهود كبير قوي من الطفل عشان يستعيد عملية التنفس الطبيعي فده أمر يستوجب المراجعة الطبية كمان فيه أمراض بتسبب العرق زي ارتفاع درجة الحرارة مثلا خلاص ودي بتبقى آلية طبيعية من الجسم اللي تخفضها يعني الجسم بيعرق عشان العرق ده يتبخر فحرارة الجسم تنخفض ودي بتحصل لقدر الله لقدر الله زي في أحوال زي التهبات الجهاز التنفسي أو التهبات المجرى البولي فيه كمان بعض الأمراض الخلقية أنا بحبش يعني كلمة كلمة دي ببقول بعض الأمراض التكوينية في القلب في سمامات القلب وبتعلم ما الطفل بيكون مولود بمشكلة فيه أحد سمامات تلاقيه بيعرق مع المجهود العادي المفروض اللي هو بتاع الرضاع كمان طب مش كل طبعا فيه أطفال بتعرق أثناء الرضاع وتعرق من دماغها وكل حاجة لأن ده مجهود لكن أنا بتكلم على العرق الزائد تمام فيه كمان بعض العوامل الوراثية زي أمراض الغدة الدرقية عند الأب أو الأم ممكن تخلي الطفل يعرق تمام عشان كده في حال وجود أعراض لأي مرض من دول الأمراض دي لها أعراض تانية مش بس العرق لا ده عرق إيه ده بيبقى عراض كل مرض من اللي احنا قلنا دول له أعراض كتير قوي خلاص أو حتى المفروض قبل ظهور الأعراض لازم المراجعة الطبية فطب السؤال بقى بطريقة أبسط أنا اللي بقوله هو إمتى نروح للدكتور نروح للدكتور في حالة وجود عرق زائد يعني لو طفل ده عرقه كتير قوي وهذا العرق ليس له علاقة بمجهود بزل الطفل نتأكد إزاي من عدم وجود الأسباب التانية اللي احنا لسه أيلنها بتاعت إن الحرارة بتاعت القوضة تبقى عالية أو الهدوم مش مناسبة أو زيادة أو الغطط إيه خلاص يبقى إن الطفل عنده أعراضة هو عنده عرق جامد قوي خلاص ومعندوش سبب ظاهري كده يخلي إيه يخلي العرق ده له سبب وعندنا بقى ممكن أعراض أخرى للأمراض خلاص يبقى في الحالة دي في الحالة دي لازم نتوجه إلى الطبيب ونكشف عادة بعد سن السنة بعد السنة الأولى بيحصل ضبط في معدل نشاط الغدى العرقية يعني بشكل عام لو الحالة دي ابتدت تختفي بعد سنة خلاص دي حاجة مش مقلقة خالص إنما زادت وأنا هنا بتكلم مش العرق العادي أنا بتكلم على العرق الكتير اللي وفرت التعرق ده إنه العرق كتير قوي بقى ملحوظ قوي يبقى في الحالة دي لازم المراجعة الطبية